دبابة ليوبارد الألمانية في طريقها إلى أوكرانيا هذا ما أعلنته برلين وواشنطن ورحبت به كييف بعد إلحاح المرير استجابت أمريكا وألمانيا لطلبات الأوكران بإمدادها بفخر الصناعة الألمانية الدبابة التي تبلغ سرعتها نحو 68 كم في الساعة وسعة خزان الوقود 1160 لترا ما يجعلها تستطيع أن تقطع مسافة 280 كم الدبابة مدرعة بمزيج من الصلب والتنغستن النادر ما يجعلها الأكثر تدريعا بين الدبابات العاملة في جيوش العالم وتستطيع النجاة من الهجمات بالعبوات الناسفة وما يزيد من كفاءتها هو القوة النارية التي تتمتع بها فهي مجهزة بمدفع إملس عيار 120 مليمترا ورشاشتين عيار 7 مليمترات فاصل 62 مواصفات الدبابة الألمانية تعكس نوايا كييف التي تسعى لاستعادة المناطق التي تم السيطرة عليها في الأسابيع القليلة الماضية ما يعني أن الحرب سيزداد وطيسوها في ظل تصريحات قائد القوات الروسية الجديد في أوكرانيا الجنرال سيرجي سوروفيكين والذي أكد أن مهمته هي إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن ومع ذلك وفي مؤتمر صحفي في برلين مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قال الأمين العام لحلف النيتو يينس ستورتنبرغ إن روسيا تحضر لحرب طويلة الأمد وتستعد لشن هجمات جديدة على أوكرانيا مما يستلزم إمتاد كييف بأسلحة أكثر تقدما من الأسلحة الروسية حتى تحقق النصر بحسب تعبيره تسليح أوكرانيا بالدبابات الألمانية والأمريكية التي تم الاتفاق عليها ضمن صفقة الدعم الغربي يراها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري ميدفيدف تقرب العالم أكثر من حرب عالمية ثالثة ومع ارتفاع صوت محركات الدبابات تتلاشى أصوات السلام شيئا فشيئا لإنقاذ العالم من شبح الموت القابع فوق مدافع الدبابات المنتظر ذهبها لأوكرانيا